تابعته طبعا قبل الفصل يا أستاذ أكرم فجرة الرياضة من خلال الأهل بيدعوا فريق خسر لقب على حفل إفطار دي هي الرياضة يعني مفروض أنه الرياضة وأساسها المتعة وأساسها التشويق وأساسها وخيوط رفيعة جدا بين التشجيع وبين التعصب أو النقلة وتلخيص الأمر فعلا أنه الفريق أما يكسب مفترض يبقى متواضع والفريق أما يخسر يتماسك ويحاول أنه يغير ده ودي أهم حاجة في الموضوع ودي لفتة جيدة جدا أن أنا يبقى في فريق أقدر أو أسي أو أقدر أشد من أذر وحس يتماسك ويدخل في البطولة لأنه رايح على البطولة آه رايح وبعدين هي الكرة ما هواش أول مباراة والآخر مباراة دي قاعدة عام دائما في مباراة جاية وفي مباراة رايحة وطبيعا أنه يبقى فيه فائز ويبقى فيه خسرات في النهاية الأهم حاجة الحفاظ على الروح الرياضية والروح العامة اللي بتربط الكمور